كن جزءا من الفساد الحكومي في العراق واتبع احدى الميليشيات المسلطة على رقاب اهله تحصل على سك يحميك من اي ملاحقة او محاكمة حتى لو ارتكبت افضع الجرائم اما ان تكشف عن سواءات الحكومة وما حوته وتفضح فسادها فتلك جريمة كبرى تهون امامها كل الجرائم الناشط المدني باسم خزع الخشان كتب في حسابه على موقع فيسبوك منتقدا فساد مجلس محافظة المثنى فوجد نفسه امام قضاء يجيد التفريق جيدا بين سرقات مليارية وبين مواطنين يتخذون من اقلامهم سلاحا للدفاع عن حقهم في العيش بكرامة القضاء نفسه الذي حكم ببراءة فلاح السوداني المتورط بملفات فساد تقارب قيمتها المليار دولار من اموال الشعب العراقي حكم على باسم خشان بالسجن لمدة ست سنوات فقد قالها العبادي قبل اكثر من ثلاث سنوات انتظروا وسترون كيف انقضوا على رؤوس الفاسدين لكن فاته انذاك ان يوضح من هو الفاسد برأيه الحكم على خشان جاء بناء على دعوتين تم تقديمهما من قبل مجلس محافظة المثنى وهيئة النزاهة بعد ان اتهمهما الناشط بالفساد وعدم تأدية مهامهما كما ينبغي خشان الذي تحدث بلسان ملايين العراقيين فضح بالادلة مسؤولين حكوميين ونوابا وقضاة فاسدين في محافظة المثنى وطالب حكومة العبادي بتوقيفهم ومحاسبتهم فلن تكتفي القوات الحكومية في المحافظة باعتقاله والحكم عليه بالسجن بل اعتقلت من تضامن مع حقه في التعبير عن الرأي والتصدي للفاسدين في البلاد وكانت تهمة هؤلاء التظاهر دون ترخيص رسمي واحداث اعمال شغب وما هي الا محاولة لتكميم الافواه ومنع اي محاولة لكشف حجم الفساد الحقيقي الذي يعيشه العراق اليوم